فيديوهات بالجنة من كل مكان سكان مديد نصر بتعاني معاناة كبيرة جدا ومازالت معاناة سكان مديد نصر وانا ليه مهتم لان حصل تجديد وشكل الشوارع بقت احسن بكتير بيصعب علي لما الدولة توضب وتصرف ونيجي في الاخر احنا اللي مبوز بقى بادينا هفرقكم على فيديو من الفيديوهات اللي ايه بقى تحزنك انا مش ضد انك تشتغل ولا ضد انك تفتح خدمات بالعبا كلنا بنطلب ديليفري وكلنا بنأكل في البيت وكلنا نحب اكل الشارع انا ده انا ما حب اللقمة الحلوة ده انا كيف اللقمة بتاعت الشارع دي بس مش معنى ان انت تفتح محل او تفتح مكان تبيع فيه منتج انك تاخد الشارع كله لحسابك الحضراتكم عتشوفوه ده عباس العقاد الساعة 3 الفجر خلينا نتفرج وانا معاكم كده الشارع وانت داخل او الشارع اتجدد وتوضب وتنور وبقى زي الفل وتسفلت وحاجة اخر جمال والشرع اتوسع عشان ما يبقاش فيه زحمة ابدأ بص معايا هديلي بقى الصورة كده ابدأ بص معايا بقى العربات بدأت صفى اول تاني تالت الشارع بص ادي حارة واحد اتنين تلاتة اربع حارات فجأة هيتحول حارة واحدة دلوقتي ليه فيه اربع محلات فاتحين هنا وقعد بيبيع سندوتشات وقعد بيبيع مش عايف ايه اهم بدون معنى نقول هم مين وانتوا عارفين نفسكم في نص عباس العقاد بص بص المنظر بقى بص المنظر بص العربات وقفة ازاي ولأ وعندك اوس عدت الباشا السايس ويف بينظم الخمس حارات اللي تقفلوا كمل فضل كمل كده ورينا بص فرج بص الشارع الشارع العربات وقفة اول تاني تالت بص الشارع بقى حارة واحدة الشارع بقى حارة واحدة الكلام ده الساعة كاما جماعة تلاتة الصبح معا القمامة بقى اللي مرمية في الشارع بص بقى احنا بنأكل وها اهو ارمي بعد ما وضبنا وعملنا ونورنا وبقى شكله زال فل بقدينا نعمل مخالفات بهذا الشكل صورة انا ما صدقتش لما شفتها بصراحة الصورة التانية جت لنا برضو من سكان مدينة نصر بعتقلنا في طريق النصر تقريبا الجزء ده خلينا نبص على الصورة دي تقريبا الجزء ده في الجزء اللي عند نادي سك الحديد نفس المنظر ده هتلاقيه موجودة عند اول مقرب عبيد بالزبط وهي سيطرت المكربصات والمحلات على الشارع المكربصات اشترت الشارع ماينفعش المنظر الصورة دي اول مقرب عبيد الجزء بتاع السكة اللي عند نادي سكة الحديد مش ممكن المكربصات مكربصات سيطرت بالمحلات يا جماعة المحلات يعني لازم يكون عليها ارقابة ارجوكوا الاحياء لازم تتحرك بسرعة حرام الدولة تكون متجهة اتجاه لتطوير شكل الشارع المصري وتخلي شكل وزرع وإنارة وفي الأغير يطلع واحد يحفرش كراسي ويفرش عربيات ويرمي في الشارع وخلاص بك حرام فأرجو من الأحياء الرقابة السريعة على كم المخالفات من المحلات المستمر المستمر خليكوا دايما متواصلين معانا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك برنامج دوس بنزين مع تامر بشير أو صفحة قناة تين تي في وكمان الأكاونت بتاعنا على الانستجرام تامر بشير أو الأكاونت بتاع قناة تين ابعتونا أي فيديوهات شايفين مخالفات بهذا الشكل ابعتونا وربنا يجعلنا سبب للخير وإحنا مش هدفنا إن حد نضره في أي حاجة لكن هدفنا إن كل واحد يشتغل بالطريقة السليمة ومتاخدش حق مش حقك الشارع ملك للجميع مش ملك لشخص واحد